السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخوان جميعا وأسعد الله صباحكم وصباح الخير ديكسن اليوم نتكلم عن خدمة جميلة خدمة من أحد إبداعات شركة رائد الخير الوكيل حاصل شركة ديكسن عراق والكادر الفني اللي يقيم على الموقع الإلكتروني حقيقة خدمة رائعة أرجو من الأخوان خاصة ليدر استثمارها اللي هي مسأة صندوق الشحن طبعا صندوق الشحن فكرة ذكية هذه مستنبطة من الأفكار الحديثة اللي تتزامن وتتواكب مع الذكاء الصناعي الآن يا أخوان نحن نعيش مع ثورة صناعية العالم بدأ يتجه على عملية الأتمة أنك ممكن تدير عملك قدر الإمكان بصورة أوتوماتيكية وتدير عملك من أي مكان وفي أي زمان ومن بيتك هذا كلما كان العمل يقترب إلى الأفكار الذكية كلما كان ناجحا ومواكبا للتطور ويستمر بالنمو القوي الآن عدنا خدمة صندوق الشحن طبعا مثل ما تعرفون موقع شركة ديكسن العراق يقدم خدمات التوصيل أونلاين وضيفت له لخدمة التوصيل أونلاين وتسوق إلكتروني خدمة صندوق الشحن خدمة صندوق الشحن الفكرة تبع أنه أنت قد يكون أحد الاحتياجات اللي غالب أن تكون متنوعة يعني في بعض الناس مثلا يدرك الوقت للتأهل إلىه والفريقة فيحتاج إلى بعض النقاط وقد يكون في الوقت الضيق أو الوقت الضع كما يقال بعض الأخوة مثلا يحتاج إلى تسويق منتج وإرسالة بعض الأخوة يحتاج إلى شراء منتج لكن كمية الشراء تكون لمنتج محدود ولا يتوازى مع قيمة النقل مثلا تحتاج قطعة شامبو أو صابون يعني ما يستوجب أنه تقوم بعملة نقلة أو شحنة لأن قيمة النقل تكون موازية لقيمة الشراء فبالتالي ممكن أن تجعل مشترياتك من خلال صندوق الشحن الخاص اللي ممكن أن تفعله من خلال شراء خدمة صندوق الشحن ودكتور سيف مشكورا يعني فصل في موضوع كيفية أنه إنشاء صندوق شحن ابتداء أن تعمل اشتراك بموقع فرسبي حتى تفعل عضويتك فيه ثم تشتري بطاقات الشحن الخاصة بالفرسبي اللي مشكورين الإدارة سعى لأن تكون قيمة الشراء مجاني يعني قيمة البطاقة مجانية والتفعيل يكون حسب قيمة النقدية فقط يعني تشتري بمئة دولار بطاقة مئة دولار مئة دولار فقط ما فيها أجور محملة كما في البطاقات الأخرى مثل ماستر كات والفيزا كات اللي كل الشركات تحمل جزء من الأرباح فالآن مجرد تفعل حسابك على الفرسبي تشتري عملة نقدية موجودة عدمة أو فئة نقدية موجودة من خلال بطاقات موجودة عدة بطاقات 10 دولار 35 دولار 100 دولار وأكثر من هذه الفئات تفعل صندوق الشحن اللي مقداره 50 دولار باشتراك سنوي مرة واحدة يكون لك مخزن خاص فيك هذا المخزن ممكن أن تشتري المنتجات الآن حاليا يوجد مخزنيا مخزن رئيسي في بغداد لصندوق الشحن ومخزن آخر في أربيل وإن شاء الله كما عادتنا الإدارة سيكون عدة صناديق خاصة في المحافرات الرئيسية في البصرة وغير المحافرات الرئيسية اللي يستلزم وجود صناديق شحن فتشتري المنتج حسب حاشتك وتجعله في صندوق الشحن ثم ممكن بالتالي تشحنه إلى المكان المعين من خلال الخدمة الآن أراح أقوم بعملية شراء أنا الحمد لله فعل صندوق الشحن وفعلته بـ 50 دولار الآن أريد أن أقوم بعملية شراء حقيقية بشراء منتج لرقم عضوية معين وأجعله في صندوق الشحن الآن من خلال العازل الموجود اللي هو التسوق الإلكتروني نضغط راح يطلع عندنا عدة خيار ظهر لي خيار جديد اللي هو صندوق الشحن الإلكتروني الآن لما نضغط على صندوق الشحن الإلكتروني تأكد أنه أنا عندي حساب موجود الحساب فبالتالي أنه الإجراءات كاملة الآن مجرد ذهاب إلى سلة التسوق أريد أقوم بعملية شراء منتج معين أقوم بشراء منتج مثلاً اللي أريد أشتري كاكاو أو كوكوزي بنفس آلة الشراء المعهود أخواني نفس الطريقة الآن نضيف رقم العضوية للشخص المشتري من فريغ طبعاً هذا الرجل الإنسان أو العضو أفواً الآن تم تعبت المعلومات أضف إلى سلة التسوق طبعاً أضيف الآن طبعاً الأوبشينات كلها معروفة ومشروحة سابق ممكن تزيل كمية من هنا ممكن أن تلغي الطلبية الآن ظهر لي خيار جديد اللي هو الشحن إلى الصندوق الإلكتروني أذهب أقول له اشحن لي للصندوق الإلكتروني يقوم بتحويل إلى الصندوق الإلكتروني ويظهر لك العناوين المخزنة عندك يعني سابقاً شاحن على شركات أو عفواً على خدمة الأونلاين فبالتالي الآن ظهرت لي الخيارات اللي هو عنوين المخزونة سابقاً في الأخير رح يظهر عندك صندوق الشحن الإلكتروني باعتبار أنه الآن أصبح عندي أحد الخيارات هو صندوق الشحن الإلكتروني أقول له إشحن إلى هذا العنوان اللي هو صندوق الشحن الإلكتروني الآن تم تخزينه هذا في صندوق الشحن الإلكتروني الآن المرحلة اللي بعدها أقوم بعملية إتمام عملية الشراء باعتبار أنت الآن عندك حساب من خلال فيرسبي هذا الموقع الخاص الحساب الخاص بيك بشرائك لأحد العملات الموجودة أو أحد الفئات الموجودة فالآن أنا عندي رصيد رح أدفع من خلال حسابي بالفيرسبي طبعاً هذه الفيديو موجود الدكتور سيفون كنت ترجعوا له في كيفية إنشاء حساب وتفعيل حسابك الآن لو شوفوني أنا عندي حساب 20 دولار وهذه المعلومات المبلغ الوصف المنتج الرقم المرجعي تاريخ الحوالي اللي هو تاريخ اليوم 19 ثلاثة أقوم بعملية تأكيد الدفع الآن تمت العمل بنجاح والآن جار الشحن فبالتالي سيتم شحن هذا المنتج لهذا العضو على صندوق الشحن تبعي وتنزل النقاط خلال فترة تتجاوز 24 ساعة حقيقة يا أخواني خدمة عظيمة وخدمة جميلة حاولت تستثمروها فيها فوات كثيرة متنوعة طبعاً من ضمنها أنك تجمع المنتجات تحتاجها من ضمنها أنك تفعل عضوياتك من ضمنها تدعم فريقك من ضمنها ممكن أن تجعل مثل باب التحفيز من باب التشجيع لبعض العضاء أن تنزل لهم لقاء تاريخ معين مثل ما بعض الأخوة يعمل عروض خاصة لفريقه برو موشن فبالتالي هذا خدمة متنوعة متعددة الفوات أرجو من الأخوة فهمها وإتقانها فهي بسيطة وإن شاء الله ستقام دورات وورش عمل بهذا الخصوص أرجو أن تستفيدوا من هذه المعلومات تحيات لكم أخوكم واندوس حسام علي تحيات لكم